وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عدو باستكمال مكونات المرحلة الثانية من مشروع الحديقة المركزية بمدينة عتق وشدد المحافظ خلال لقاه بمديري عموم مكتب السياحة بالمحافظة جاسم الرويشان والنظافة والتحسين محمد الحامد والمستثمر أحمد الباراسي بضرورة استكمال مشروع الحديقة مؤكدا على هميتها لسكان المدينة باعتبارها المتنفس الوحيد وحث المحافظ مكتب السياحة بمتابعة استكمال المشروع وتوفير ما تبقى من مكوناته وخاصة ما يتعلق منها بإيجاد مختلف أنواع الألعاب الكبيرة فيها أسوة بغيرها من الحدائق المركزية في الجمهورية مؤكدا بتوفير الخدمات الأساسية في الاستراحات الخاصة بالأسر